بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس حقيقة سعيد جداً جداً بالأداء اللي أنا شفته في النادي الأهلي في آخر خمس دقايق أو آخر عشر دقايق مبارح في المباراة اللي أنا باعتقد أن هي هتبقى مباراة تعودة الروح المعنوية لكل اللاعبين ولكل الجمهور مبارح نادي الأهلي عمل ريمونتادة تاريخية من وجهة نظرنا جميعاً كأهلوية عمل ريمونتادة تاريخية الريمونتادة اللي حصلت مبارح أمان فريق أمبي كانت منتهى العظمة عايزة أدخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل الريمونتادة التاريخية اللي تبعناها مبارح تبعناها من رجال فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الحقيقة كلنا بنشوفها ريمونتادة حصلت مبارح إذا كانت حصلت في الملعب فهي حصلت على لجنة التحكيم على لجنة الحكام وبعدين أنا لما أجي أتكلم على لجنة الحكام وحضراتكم هتوقفوني زي ما وقفتوا سكابت ساعد الحفيز مش هتعرفوا لأن أنا عمري ما حقلط وكابت ساعد الحفيز ما غلطش ولكن واضح جداً في المباراتين اللي فاتوا أن هناك مخطط أو مؤامرة ضد النادي الأهلي عشان يتم تعطيل مسيرة النادي الأهلي هتقول لي عم إسلام أولاً آه ما أنت عشان بتتكلموا في خلالة الأهلي والكلام ده كله لا خلص لكن أولاً إيه اللي بيخليني أصل لهذه الدرجة أن أنا أقول كل هذا الكلام اللي أنا بقوله وأن هناك مخطط بيتم تنفيذه من أعتقد لجنة الحكام